بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أبنائي وبناتي لكم تحياتي هنكمل مع بعض بإذن الله الباب الرابع في منهجنا اللي بيتكلم على الكيميا الكهربية وحساتنا النهاردة بتتكلم على الخلايا الإلكتروليتية الخلايا الإلكتروليتية عشان أخذ بالي منها في فرء رهيب بينها وبين الخلايا الجلبانية اللي درسناها في الحصص الفاتد اللي هي إيه؟ إن الخلية الإلكتروليتية بتتوصل بمصدر خارجي للطيار الكهرابي يعني هي غير قادرة على إنتاج طيار لأنها أصلا بتعتمد على مصدر خارجي للطيار الكهرابي طيب يعني إيه خلايا إلكتروليتية؟ اللي هي خلايا كهرابي تستخدم فيها الطاقة الكهرابية من مصدر خارجي ليه؟ لإحداث تفاعل أكسادة واختزال ولكنه غير تلقائي تبليه مستر غير تلقائي غير تلقائي وذلك لأنه لا ينتج طيار الكهرابي حيث أنه يعتمد على مصدر خارجي للطيار اللي هي البطارية طيب إيه بقى مكونات الخلية الإلكتروليتية أول حاجة إناء هذا الإناء بيحتوي على محلول إلكتروليتي طيب يعني إيه محلول إلكتروليتي؟ يعني محلول يتفكك إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة بعد كده قطبين من مادة واحدة أو قد يكونوا مادتين مختلفتين يعني ممكن يكون القطبين من الكربون أو القطبين من البلاتين ليه بقى؟ لأن أنا هنا مش محتاج أقطاب مختلفة لأن أنا هنا مش محتاج فرق جهد لأن كنا بنحتاج في الخلية الجلفانية أقطاب مختلفة لتوليد فرق جهد ليه؟ عشان يولد لي طيار الكهرابي لكن هنا أنا أصلا باعتمد على مصدر خارجي للطيار طيب بعد كده مصدر للطيار الكهرابي اللي هي بتكون بطارية في بقى ملاحظات هامة لازم أخد بالي منها جدا في الخلايا الإلكتروليتي اللي هي الآنود اللي هو المصعد بيكون قطب موجب طيب ليه؟ لأنه بيكون متصل بالطرف الموجب للبطارية طيب بتحصل عنده عملية إيه طرح؟ عملية أكسدة خلي بالك أنا قلت لك أن دايما الآنود بتحصل عنده عملية أكسدة سواء كان في خلية جلفانية أو كان في خلية إلكتروليتية الآنود في الخلية الجلفانية بيكون قطب سالب لكن هنا بيكون قطب موجب طيب علم ليه ما يأتي الآنود في الخلية الإلكتروليتية هو القطب الموجب هقوله ليه؟ لأنه يتصل بالطرف الموجب للبطارية طيب لما أجي أتكلم على الكاثد وبيكون هو المهبط طبعا بيتصل بالقطب السالب أو بالطرف السالب للبطارية وبتحصل عنده عملية اختزال يبقى الكاثد دايما بيحصل عنده عملية اختزال سواء كان خلية إلكتروليتية أو خلية جلفانية لكن اللي بيختلف أنه هنا بيكون قطب سالب عشان بيتصل بالطرف السالب للبطارية طيب لما يقول ليه ماذا يحدث عند مرور طيار كهرابي في الخلية الإلكتروليتية لما يمر الطيار الكهرابي في الخلية الإلكتروليتية حيحصل الآتي أول حاجة بيتأين الإلكتروليت إلى آيونات موجبة وآيونات سالب طيب إيه اللي هيحصل بعد كده قال لي أن كل آيون بيتاجه نحو القطب المخالف وهنا لازم نركز كويس جدا إيه بقى قال لي أن الآيون الموجب حيتاجه نحو القطب السالب خلاص والآيونات السالبة حتتاجه نحو القطب الموجب طيب وماله الآيونات الموجبة حتتاجه نحو القطب السالب اللي هو الكاثد ويحصل تعادل للشحنة بتاعتها طيب إزاي قال لي تكتسب إلكترول استنى تكتسب إيه إلكترول يعني يحصل لها عملية اختزال برابو طيب الآيونات السالبة هتروح هي رخرة للقطب الموجب اللي هو الآل طيب وبعدين تتعادل شحنتها طيب إزاي دي سالبة أصلا يعني عندها إلكترون زيادة أو ماله تتعادل يبقى يا حلوة إخساري الإلكترون اللي أنت كسبناه فتخسر إلكترون يعني تفقد إلكترونات استنى تفقد إيه إلكترونات يعني إيه يعني هيحصل لها عملية أكسادة طيب سؤال بقى يقولك إيه اشرح مع الرسم كيف تحصل على النحاس من كل يريد النحاس وبعدين اكتب المعادلات التي توضح تفاعلات الأكسادة والاختزال اللي بتحصل عند الأقطاب وكذلك بالمرة اكتب لنا التفاعل الكل حاضر وكمان بعنشي إذا علمت إن جهد أكسادة القلور سالب 1.36 من 100 فولت وجهد اختزال النحاس 34 من 100 فولت احسب قاف دال كاف للخلية وقول لنا بالمرة هل هذا التفاعل تلقائي أم غير تلقائي طيب بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة خليط التحليل الكهرابي لمحلول الكلوريد النحاس هتكون بالشكل عبارة عن حوض في محلول الكلوريد النحاس اللي بتفكك للسيو موجب 2 واتنين سيقل سالب 1 والبطارية القطب الموجب للبطارية متوصل بالقاند والقطب السالب متوصل بالكاسو أول حاجة هنكون خلية إلكتروليتية تحتوي على إلكتروليت اللي هو كلوريد النحاس 2 سيو سيقل تو طيب إيه اللي هيحصل مرر الطيار الكهرابي بعدين هيتأين الإلكتروليت إزاي السيو سيقل تو يتفكك للسيو موجب 2 زائد 2 كلوريد سالب سيقل سالب 1 تاني السيو سيقل تو سهل هيدينا السيو موجب 2 زائد 2 سيقل سالب 1 بعد كده حيقول لي إن كل آيون يتجه نحو القطب المخالف يعني المخالف يعني اللي له شو عكسه يعني عند المصعد اللي هو الآند اللي هو القطب الموجب يبقى يروح له مين يروح له الآيونات السالبة يعني هيحصل لها عملية أكسادة طيب من الآيونات السالبة آيونات الكولوريد اتنين سيقل سالب 1 طيب استناني كده عايز أفكرك بحاجة خدناها في أولى إعداد سيقل سالب 1 معناها إيه معناها ظرة كلور مكتسبة إلكترون يبقى لما يقول لي اتنين سيقل سالب 1 معناها إيه معناها إن الاثنين آيون كولوريد دولا حيثقدوا اتنين إلكترون فكده سيقل وسيقل تتحول لجزئ كلور سيقل يبقى ده غاز الكلور حيتصاعد عند المصعد وبعدين حيطلع معاهم اتنين إلكترون طيب الاثنين إلكترون دولا تعملوا إيه يعملوا اختزال لأيونات النحاس وده بيحصل عند المهبط اللي هو القطب السالب يبقى العملية دي اسمها عملية اختزال بص معايا كده سي يو موجب اتنين زائد اتنين إلكترون حيتحول إلى سي يو زيرو السي يو ده ضرة حيتترسب يبقى عند الانود حيتصاعد غاز الكلور لإنه له جهد تأكسد كبير وعند الكاثد حيتترسب زرات النحاس لإنه لها جهد اختزال كبير طيب التفاعل الكلي اللي هيكون مجموعة تفاعلية الانود والكاثد يعني جمع كده سي يو موجب اتنين زائد اتنين سي يو لسالب واحد حيدينا سي يو زيرو زائد سي أل تو السي يو ده ضرة مترسبة عند الكاثد والسي يو ده غاز الكلور حيتصاعد عند الإيه الانود طيب تعالي حسب بقى قفضة الكاف قفضة الكاف هتكون بتساوي إيه قفضة الكاف بتساوي جهد تأكسد الانود ماشي زائد جهد اختزال الكاثد يعني سالب واحد ستة وتلاتين من مية زائد اربعة وتلاتين من مية فولت حيدينا سالب واحد واثنين من مية استنى كم سالب واحد واثنين من مية فولت يعني قفضة الكاف هنا ايه سالبة يبقى ان هنا التفاعل ده غير تلقائي خلاص كده بلاد الاشارة السالبة معناها ان التفاعل الكلي لا يتم تلقائيا امال يحتاج الى مصدر خارجي للطيار الكهرابي يعني هذه خلية تحليلية هذه العملية بنسميها اللي انا بتم فيها الاول عملية فصل لمكونات المحلول الالكتروليتي انا فصلت مكونات كولوريتي النحاس فصلتها لزررات نحاس مترسبة وغاز كولور متصاعد دي بسميها ايه يا ولاد بسميها عملية التحليل الكهرابي عملية التحليل الكهرابي معني ايشي من أن يخبب المحلول بالتحليل الكهرابي يبقى التحليل الكهرابي يقصد بيه التحلل الكيميائي للمحلول الالكتروليتي بفعل ايه مرور الطيار الكهربي علم يمكن الحصول على غاز القلور بالتحليل الكهربي للمحاليل المائية التي تحتوي على ايونات القلورية هو القلور ده CL سالب واحد طيب القلور ده CL سالب واحد ليه حصل له اكسادة دايما بص يابد لو عند ايونين موجودين عند الانود من فيهم يحصل له اكسادة اللي عنده جهدة اكساد اعلى هو الاولى اللي عنده جهدة اكساد اعلى هو الاولى يعني ده الاولوية ان يحصل له اكسادة فجهدة اكساد ايونات القلور كبير فعشان كده هي اللي بتتأكساد لان جهدة اكسادة القلور اعلى من جهدة اكسادة المي فيحدث للقلور اكسادة عند الانود طيب علل ليه بيصعب الحصول على السوديوم بالتحليل الكهربي للمحاليل المائية التي تحتوي على ايونات السوديوم هنا استنى بقى السوديوم ان اي موجب وفيه اتش موجب الان اي موجب والا اتش الموجب انا عايز اعمل عملية اختزال طب مين عنده جهد اختزال اعلى ايون السوديوم ولا ايون الهيدروجين قالك لا والله ده ايون الهيدروجين عنده جهد اختزال اعلى يبقى انت يا ايون يا سوديوم جاي بتقول من فضلكم اسمحولي يحصل لعملية اختزال نقول لي سوري مش هيحصل لك يا واد عملية اختزال ليه لان موجود عند الكاثد ايونات الهيدروجين المجابة اللي لها جهد اختزال اعلى منك يبقى هنا مش هيحصل اختزال لأيونات السوديوم إذن يصعب تحول أيون السوديوم إلى ذرة السوديوم خلاص بالإجابة لأن جهد اختزال السوديوم أقل من جهد اختزال الماء بس أنا هنا هزود كلمة أيون السوديوم أقل من جهد اختزال الماء فيصعب اختزال السوديوم ويظل زائب في الماء في صورة أيونات السوديوم طيب ما يقول لي اذكر اهم اسهامات العالم فردي في تقدم علم الكيمياء عم فردي طبعا ده سؤال مشهور جدا في الكيميا يقول لي اذكر دور العلماء عمنا العالم فردي قام باستنتاج العلاقة بين كمية الكهربية اللي بتمر في المحلول وبين كمية المادة التي يتم تحررها عند الاقطاب ولخص الكلام ده في قانونين سماهم باسمه اللي هم قانون فردي للتحليل الكهرب طيب القانون الاول لفرديه بيقول ايه بيقول لي تتناسب كمية المواد المتكونة خلي بالك متكونة يعني مترسبة وده عند الكاثر او المستهلكة المستهلكة يعني اللي بتدوب وده بيكون عند الاند عند اي قطب سواء كانت هذه المواد غازية او صلبة بتتناسب تناسبا طرديا مع كمية الكهربية التي تمر في المحلول او المصهور الالكتروليت تاني فبقول ان كمية المادة يعني الكتلة بتتناسب تناسبا طرديا مع كمية الكهربية والكلام ده هنترجمه القوانين نحل بيها مسائل باذن الله طيب تجربة لاستنتاج القانون هنعمل ايه؟ هنمرر كميات مختلفة من الطيار في نفس المحلول طيب يعني بص مثلا انا هجيب مثلا اه ثلاث كوبايات زي بعض بالظبط في نفس الساعة وهجيب حنفية مصدر المياه هشغل الحنفية على الكوباية الاولى لمدة دقيقة بعد كده هشغل نفس الحنفية بنفس القوة في الكوباية التانية بس لمدة دقيقتين بعد كده هشغل نفس الحنفية بنفس المعدل على الكوباية التالتة لمدة خمس دقيقة سؤالي بقى هل كمية المية اللي موجودة في الثلاث كبيات زي بعضها ها لأ طبعا هتلاقي ان الحنفية اللي اشتغلت وقتها اطول عندها كمية مية اكتر والعكس صحيح تمام فهنا بيقول لي عشان تستنتج او عشان تثبت القانون الاول لفرديه همرر في نفس المحلول كميات مختلفة من الطيار الكهرباء وبعدين قارن بنكوتة للمواد المستهلكة او المترسبة طيب هنا نمرر كميات مختلفة من الطيار في نفس المحلول وحساب نسبة كتل المواد المتكونة عند الاقطاب ايه اللي هيحصل قال لي لما نقارن النسب دي بنسب كمية الكهربية اللي تتم امرارها هللاحظ ايه قال لي ان كلما زادت كمية الكهربية زادت كتلة المواد المتكونة عند الاقطاب يعني انت لو مررت نفس الطيار لمدة دقيقة هتمر كمية من الكهربية وحصلة على التوالي تتناسب مع كتلتها المكافئة استناني انا هجيب محاليل مختلفة مثلا محلول في نطرات نحاس او كابريتات نحاس ومحلول في كلوريد الالمونيوم ومحلول مثلا في كلوريد الفضة او في نطرات فضة بلاس كلوريد الفضة اني مش هيدوه في نطرات فضة ماشي وحمرر فيهم نفس الطيار لنفس الزمن وانا كده مررت نفس الطيار بس في محاليل مختلفة هل كتل المواد اللي هتستهلك او اللي هتترسب هتكون هي هيها قال لي لا دي بتتناسب مع الكتل المكافئة لهذه المواد المترسبة ابسطها لك اكتر انا هجيب ثلاث طباق الطباق الاولاني هحط فيه لمونة الطباق التاني هحط فيه برطقانة الطباق التالت هحط فيه بطيخة هنا لو بصيت هتلاقي ان الوحدة اللي انا حطيتها في كل طباق واحدة يعني واحد 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 هل كتلت الاطباق في التهاتة زي بعض لا رغم ان انا حطيت وحدة واحدة من كل نوع بس كتلة الوحدة مختلفة يعني كتلة اللمونة مزي كتلة البطيخة هو ده كده تبسيط للقانون التاني يعني بيقول لي لو جبت محلولين مختلفين مررت فيهم نفس الطيار ده معنا ان الكتل اللي هتترسب مش زي بعضها ليه ده تناسب مع الكتل المكافأة للمواد المترسبة يعني ايه الكتلة المكافأة هنعرف ليها القانون بتاعها دلوقتي هنا ولاد لما اجي اعبر عن القانون التاني بشكل رياضي او مسألة بقول بما ان العلاقة علاقة ترضية بين الكتلة والكتلة المكافأة حاول ايه كتلة العنصر الاول على كتلة العنصر التاني بتساوي الكتلة المكافأة للعنصر الاول على الكتلة المكافأة للعنصر الثاني طيب تاني ولاد ايه هي الصغر الرياضية للقانون التاني بيقول لي كتلة العنصر الاول على كتلة العنصر التاني بتساوي الكتلة المكافأة للعنصر الاول على الكتلة المكافأة للعنصر التاني طيب ازاي يحسب الكتلة المكافأة الجرامية الاول قبل ما احسبها لازم اعرف تعريفها وخلي بالك التعريف ده بيجي على طول في الامتحانات بيجي لك مصطلع علمي ايه هي الكتلة المكافأة الجرامية هي كتلة المادة التي لها القدرة على فقد او اكتساب مول واحد من الالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي التعريف ده مهم جدا 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 وبأكد عليه لانه بيجي على طول في مصطلع علمي الكتلة المكافأة هي كتلة المادة التي لها القدرة على فقد او اكتساب مول واحد من الالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي طيب في عندي تجربة هعملها لاستنتاج القانون الثاني هعمل ايه همرر نفس كمية الكهرباء في مجموعة من المحليل المختلفة زي كابريتات النحاس اثنين سيو اسو افور نطرات الفضة اي جي ان او ثري وكلوريد الالمونيوم اي ال سي ال ثري وبعدين هحسب كتل المواد المتكونة عند الكاثد وهي هتكون في كابريتات النحاس هتكون النحاس وفي نطرات الفضة هتكون الفضة وفي كلوريد الالمونيوم هيكون الالمونيوم سوري لان كوتل المواد المتكونة او المستهلكة عند الاقطاب بتتناسب مع الكوتل المكافأة لهذه العناصر حالية الالمونيوم هيترسب منه 9 جرام الفضة 108 جرام النحاس 375 من 100 جرام ايه بقى الكوتلة المكافأة؟ الكوتلة المكافأة اولاد عشان احسيبها بتساوي الكوتلة الذرية مقسومة على عدد الشحنات يعني الالمونيوم اقل مجب 3 وكوتلته الذرية 27 27 على الثلاثة بتساوي 9 الكوتلة الذرية بمية وتمانية طب عدد الشحنات مجب واحد يعني هقسم على واحد اما النحاس سناء التكافؤ يعني الايون بيحمل شحنتين مجبتين يبقى الكوتلة الذرية للنحاس تلاتة وستين ونص بلما اقسم تلاتة وستين ونص على الثلاثين اللي هو عدد الشحنات يطلع لي واحد وثلاثين وخمسة وسبعين من مي دي كده الخلايا خابلك هو نفس الطيار بيمر في المحلية المختلفة الخلية اللي فيها هترصب الالمونيوم والتانية هترصب فان حاس التالت هترصب فيها فضة طيب الالمونيوم انا همرر نفس الطيار الالمونيوم هترصب منه تسعة جرام النحاس هلاقيهم واحد وثلاثين خمسة وسبعين مية جرام الفضة هلاقي مية وتمانية جرام طيب ركز بقى في اللي هقوله ده يعني ايه الالكتروليت؟ الالكتروليت ولاد هو محلول مائي او مصهور يعني مادة منصهرة يبقى هو محلول مائي او مصهور لمركب يتفكك ايونيا الى ايونات موجبة اللي احنا سميناها كاتيونات وايونات سالبة ماشي بسميها انيونات وده طرح ما فيه ايونات موجبة وسالبة اذا له القدرة على توصيل الطيار الكهرباء الالكتروليت هو محلول مائي او مصهور لمركب يتفكك ايونيا الى ايونات مجابة اللي احنا سمناها في الباب التاني كاتيونات وايونات سالبة اللي هي الانيونات بما ان عنده ايونات مجابة وايونات سالبة اذا لها القدرة على توصيل الطيار القهرابي نتيجة حركة هذه الايونات ايه الايونات المجابة او الكاتيونات اللي هي جسيمات مادية متحركة في المحلول اللي هي بتتجه نحو القطب السالم في المحلول او المصهور وفقيرة بالالكترونات يبه هو مجابة لان هي خسرانة اصلا الالكترون او اكتر يبه هي جسيمات مادية متحركة في المحلول او المصهور وفقيرة في الالكترونات طيب لو حبيت اسألك بتتحرك في اتجاه مين هي مجابة اذا تتحرك في اتجاه الكاتر طيب أمال إيه هي الآيونات السالبة أو الآنيونات هي جسيمات مادية متحركة في المحلول وأنها تتحرك لمين؟ تتحرك للقطب الذي يحمل شحن مخالفة يعني هيروح نحو الآنيوت أو القطب الموجب وهي غنية بالإلكترونات مهم جدا ده في المصطلح العلمي طيب أنواع المواصلات المواد اللي بتوصل للطيال الكهرابي قال لي عنده معين في مواصلات إلكترونية ومواصلات إلكتروليتية كلمة إلكتروني من اسمها يعني ده مادة صلبة وبيحصل فيها انتقال لإلكترونات أما كلمة إلكتروليتي أنا بتكلم على حاجة فيها آيونات بتتحرك يقول لما أجي أعمل مقارنة ما بين الآيونات أو بين المواصلات الإلكتروليتية والمواصلات الإلكترونية هلاقي أن المواصل الإلكتروليتي ده هو مواد بتوصل الطيال الكهرابي ازاي عن طريق حركة الايونات المجابة والسالبة زي محل الأملاح الأحماض القواعد ومصاهير الأملاح أما الموصلات الإلكترونية من اسمها بينهيا بتوصل الطيار الكهرابي عن طريق حركة الإلكترونات زي الفلز الفلزات تتميز بأن أنصاف أكترها كبيرة وعندها إلكترون أو 2 أو 3 في الآخر مستوى فبالتالي بتوصل الطيار الكهرابي من خلال حركة الإلكترونات طيب تعالوا بقى نعمل مع بعض مقارنة ما بين الخلاء الجلفانية والخلاء التحليلية مقارنة في غاية الأهمية أول حاجة فكرة العمل حاليا إن الخلية الجلفانية بتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية من خلال تفاعل أكسادة واختزالة القائل أما التحليلية بتحول الكهربية إلى كيميائية من خلال تفاعل أكسادة واختزال بس غير تلقاء. الاند في الخلية الجلفانية هو قطب سالب وبتحصل عنده عملية اكسادة. في التحليلية هو القطب الموجب وبتحدث عنده عملية اكسادة. الكاثد في الخلية الجلفانية هو القطب الموجب وبتحدث عنده عملية اختزال. اما في التحليلية هو القطب السالب وبتحصل عنده برضو عملية اختزال. اذا الفرق من الاند والكاثد الفرق في الشحنة بس موجب ولا سالب. لكن العملية بتحصل هي واحدة في الاتنين. انواع الاقطاب. الخليج الفانية بتحتاج اقطاب مختلفة ليه? عشان يتولد عندي فرق جهد يسمح بامتاج طيار كهربي. اما في خليج تحليلية والله ممكن تكون اقطاب مختلفة او متشابهة مش فرقة. ليه? لان انا كده كده بمدها من بره بطيار خارجي. طيب الطاقة الكهربية. الخليج الفانية تنتق طيار الكهربية. اما الخليج التحليلية تحتاج لمصدر كهربي خارجي اللي هي البطارية. طيب اشارة قفضة الكاف. في الخليج الفانية بتكون مجابة. اما في الخليج التحليلية بتكون سالبة. وبكده نكون وصلنا ليه الجزء النظري في الخليج التحليلية. حصة اللي جايه عن طول بازن الله هنزلك افكار المسائل والحركات والتركات اللي ممكن تقابلك في الباب ده. الكهربية هدية من ربنا سبحانه وتعالى. جزء سهل جدا. اه انتظروني ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. هنطبق ونحل على قوانين فردي. ولو في عندك اي استفسار. اتمنى اشوف تحت في التعليقات. شير لو الحلقة عجبتك. وود الحلقة لزمانك. وادل على الخير كفاعلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.